يا مساء الخير يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى دايماً بكون معاكم إمام مختار أصبط ساعتك علينا كل يوم 2 الساعة 7 مساءً بالضيئة النهاردة محضرين موضوع يعني موضوع كل ساعة وموضوع كل قاعدة أنا وانت وغيرك وانت وحضرتك اللي بتفرج عليّ والأمهات والجدود طول الوقت بنتكلم عن الحسد طول الوقت تعبنا تعبنا من الناس اللي بصة في حياتنا يعني أقولكو على حاجة فيه ناس كده معينة هم من همش دعب حياتهم خالص يعني همش بصة في حياتها أساساً هي بصة في حياتي أنا كلت إيه؟ شربت إيه؟ لبست إيه؟ جبت عربية؟ غيرت عربيتي؟ طب هي دفعت إيه؟ طب كاش؟ والله قصت طب إنتوا شفتوا فلانة اللي عزلتوا راحت البيت الجديد شفت جزء طب ده جزء إيه ده؟ ده كان على قد حاله هو منين جابوا البيت ده وراحوا وحزله إيه ده إيه ده إيه ده؟ العين رشأة في حياة الناس التانية لكن هم مش بصين في عشته فاكرين فيه أغنية كده قديمة؟ يا حاسدين الناس ملكم ومال الناس آه والله ملكم ملكم إنتوا ومال الناس أنا فيه كمان أغنية بجيلي على الوطر جداً بصراحة لابوديع جورجي وصوف بيحسدوني لما بتحك وبيقولولي آه يا بختك تعارفيني إن ساعات والله الدحكة بتتحسد يعني لما الناس تشوفني وأنا بتحك ومبسوطة وإيه ده؟ تبتحك دي ما عندهاش مشاكل أنا بتكلمش بتكلم علي أنا شخصياً كمان كأيمان بتكلم على ناس كتير مننا فاللي هو لو شافوك بتدحك بيحسدوك على دحكتك اللي هو ده مبسوط ده ما عندهش مشاكل يا عمد الدنيا ريئة معاه وهو ممكن بيبقاش مبسوط خالص ولا الدنيا ريئة معاه خالص ده ممكن تكون الدنيا مسفلتاه الدنيا جهي عليه خالص بس هو أو هي ما بتحبش تتكلم عن مشاكلها